طبعا قدر الله عز وجل لا اعتراض عليه وعسى ان تكره شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى وهو خير لكم لكن لو سألتك يا عبدالله عن اهم الاشياء يعني اللي فقدتها وتتمنى حصولها بعد اصابتك يعني بالشلل والعاقة اماني ايه تراث اماني تتعبني هي حسرة امنى اني اسجد لله سيدة ان شاء الله ما اغم منها في خوف داخلي في ايه بالقرآن تقول يوم يكشف عن ساق فيدعون الى السجود فلا يستطيعون انا الان ما اقدر السجود في الان ايام ما كنت امشي ضيعت صلوات كثيرة الان في ناس ممكن يحزنوا عليها صح يشوفون ما هذه الحالة يحزنوا عليها لكن لما اكون ما يصلي محد يحزن عليها الثانية اني اقلب ورقة بالمصحف انتو ما تفكروا فيها انا شوفها مثل الجبل الثالثة اني نفسي وقت عيد او مناسبة او فرحة ادخل البيت اضم امي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة